على الرغم من الضجة الإعلامية الكبيرة والمساحات التي أفردت خلال الأيام الأربعة التي مضت عن عمليات إرهابية لهذا التنظيم القذر ضد عدد من القرى في محافظة كاركوك وأقليم كردستان راح ضحيتها عدد من الأبرياء والناس العزل مما أشر لدينا وللقوات وللقيادات الأمنية عن حالة من الخطأ والخلل والتراجع إذا صح التعبير يعني في بعض الأحيان هناك بيادين تحتمل التجريب وتحتمل التجربة وتحتمل الخطأ لكن في ميادين لا تحتمل هذا أبدا لأن بيها حياة وأرواح ناس أبرياء مدنيين عزل ناموا لأنهم أمنين أكو دولة وأكو جيش وأكو تشكيلات بمختلف أنواعها متوفرة لحمايتهم لكن بالرغم من أننا وأنا في مقدمتهم من الذين يؤمنون إيمانا بالمطلق أن القوات الأمنية العراقية البطلة هي صاحبة القدح المعلة في كل المعارك هاي مو أنا أشتغل تحت شعار يعني قضية لأنه أنا عراقي أو العروس محد يصفق له غيرهم لا يابع العراقيين بالحشد وبالبيش مرقة وبالاتحادية وبقوات جهاز مكافحة الإرهاب وبالاستخبارات وبكل الصنوف أبطال اختبرتهم الميادين من داعش وشنو داعش في قوة داعش والعالم كانت مع داعش ما كان له موجود لكن هذا الذي يحصل من تراجع يجب أن نقف عنده هل الخطأ في القوات الأمنية؟ هل الخطأ في القيادات السياسية؟ هل الخطأ في القيادة العامة للقوات المسلحة؟ أنا شاقل للمواطن لما عائلة تنهجب 13 واحد عمك وخالك وابن عمك وثلاثة من عائلة واحدة أقول لدى أسوي لك مشروع ديمقراطي شي سوي بديمقراطي تكوة؟ هو إذا الذبح من الوريد إلى الوريد وإحنا نتفرج عليه لأنه هناك خلل واحد من هذا الخلل يعني أنا ما أفهم هذا مصطلح المناطق المتنازع عليها شنو مناطق متنازع عليها بداخل الوطن؟ من يتنازع على من؟ هي أرض عراقية اللي كانت بالسليمانية واللي كانت بالناصرية إن سكنوها كرد فهي عراقية وإن سكنوها أهل الأنبار فهي عراقية لكن هذا هو الذي كتب في الدستور وبالتالي من يحمي هذه المناطق؟ ليش؟ لأن الدستور كتبها مناطق متنازع عليها وبالتالي يجب أن نجيب قوات مشتركة شنو القوات المشتركة؟ القوات المشتركة عربية وكردية بشرفكم أكو سياسي هل سمارد أقول عاقل أكو سياسي عند نصف من العقل أن يفكر يكتب في بلده مناطق متنازع عليها تدار مشتركة ليش الكراد مو عراقيين؟ ليش الأنبار مو عراقيين؟ ليش الجيش العراقي مو عراقي؟ ليش البيشبرقة مو عراقي؟ هذه هي الأخطاء التي الآن القوات الأمنية ضحيت هذه الأخطاء لازم يجتمعون ولازم يقررون أنا أطول بالمقدمة لأن ضيوف معاتهم ما جاهزين حتى شنحط هنا ثلاثة بيش برقه هنا ثلاثة اتحادية هنا ثلاثة اتحادية هنا ثلاثة جهاز مكابعة الإرهاب هنا ثلاثة انضباط هنا أنا محاة بلد من فكرت تقودونه بهذه الطريقة كتب عليه السلام كتب عليه السلام هذه العوالي الأبرياء لو أنا مسؤول أطب على الدستور وطلع هذه الورقة مو اللي مكتوب بأليها وأشكر اتزمها أشكر هقول ماكو متنازع علي بالوطن الوطن واحد لكل العراقيين وأبدي أفتح خطاب المودة والحب وأجرم الخطاب العدائي والخطاب الشوفيني والخطاب التعصبي ليش هو إذا مات واحد من الناصرية أو مات واحد من الدهوك أو مات واحد من الرمادي هو مو عراقي هاي الهويات الآن السياسيين المتعددية الجنسيات هم اللي جابوا لنا هذا هم اللي جابوا لنا هذا ولا شنو هل يعقل بعد كل هذه السنوات بعد هذه الانتصارات للأبطال يجي 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 شتمم خربط بداعش يفعل هذا أب مخمور أب قراتشوب بالهيبان أب كاركوك بدهوك حزب العمال يطب ويطلع الأتراك نصبه قواعد إيران تقصف بالقرى الكردية هذا العراق هذا العراق الهيبة المهيوب اللي قضينا كل عمرنا أن نقول أرفع رأسك أنت عراقي هاي شنعراقي يسير هاي شنساء العراق نايمة بالليل يمولدها تذبح على المخاد أخوان يجوز أن تتقبلون المذلة على أنفسكم بس ما تعودنا أن نذل بهذه الطريقة حتى في زمن الدكتاتورية إحنا ما كنا صامتين وفي زمنكم هذا ما كنا صامتين والعراقين لن يصمتوا فليش هذا الخلل اللي الآن يحسب عليكم ويحسب على القوات الأمنية ومعقولة مجموعة من هؤلاء الشاذين أربع تيام عمليات خلت الكل يقنق والغاية من هذا وهذا الذي يجب أن ننتبه إليه الغاية من هذا الموضوع هو تحطيم وتدمير وتشويه النصر الكبير اللي حققتها قوات الأمنية بكل صنوفها سيقولهم لا إذا كان هناك من يحمل أو يريد أن يروج لخطاب كهذا لا والله نصر العراقيين والأبطال والقوات الأمنية سيبقى شمعة تضيء وتدرس هذه المعارك في نينوى وفي تل أحمر تل أفر وفي وادي حوران وفي بيجي وفي المصفى وفي صلاح الدين وفي ديالة وفي الأزقة وفي الشوارع لأن كانت صورة هما ضيوفك جاهزين عندك أحد زين هذا اللي يحتاج إلى مراجعة سياسية الآن للدستور هذا الدستور اللي اللي مليء بالألغام مرة نتكاتل على الكتلة الأكبر ومرة نتكاتل على المناطق المتنازع عليها ومرة نتكاتل على المصطلحات ونتكاتل على التعاريف ومرة الدستور تأخذونا أنتو مثل ما أنتو تردوه أخوان القوى السياسية كاملة ترى على قولته أن طلعت ريحتها أو طلعت الشمس على الحرام اليوم 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 أخو جيل صار عمره عشرين سنة هذا الجيل تربى في عالم مشترك ما تقدر تفرض عليه انتماءاتك وعقدك وهذا الذي هو راح يحرجك هذا راح يحرجك أمام الجميع تلاحقوا لأنفسكم وهذا الشعب اللي دي يموت بالأقليم وهذا اللي شعب دي يموت بكركوك وهذا الشعب اللي دي يموت بكل مناطق العراق احنا ننظر إلى العراق نظرة واحدة اللي يقول أنا مو عراقي وما رد يكون عراقي يشيل جنته ويولي لا أهلا ولا سألا كل أرض عراقية نتشرف بها وكل من يحمل هوية عراقية كردي عربي مسلم صابي مسيحي عراقي نطر قابنا وما نطي لكن دعونا نتخلص من العقد السياسية والخلافات التي يذهب ضحييتها إلى برياء هل ستكتل سياسية هذا شعب هذا وطن هاي ناس فقرة هاي ناس يتعيش هاي عايشة في قرى ما عايشة في قصور ما عايشة في فلال هذا يدبر عيشة يوم يوم بيوم من الجاه يعني يبدو أنه أنا اليوم ضيوفي إلى حد الآن بعدهم ما جاهزين فلذلك نود أن نركز أخوانا المرحلة الحالية تحتاج إلى تركيز سياسي تحتاج إلى مكاشفة تحتاج إلى وعي عدنا جيش وعدنا قوات أمنية بيها هيبة وبيها استعداد وبيها وقار تعاملوا معها مثل ما يجب وبعدين يجب أن نتعامل مع داعش بروحية ورؤية أكبر ألا نترك لداعش مجالا أكبر من انتهت العمليات بعد عمليات التحرير كان من المفروض كل القيادات التي كانت بالخط الأول عند دخول داعش وسقوط الموصل تحاكم وتحاكم بأقصى العقوبات ليش لأنه ذول ذي يولد عش هذا من أمن من أمن العقاب ظل يسيء الأدب وظل متنفذ وتحقيقات سبايكر وتحقيقات مجلس النواب يم حاكم الزامني وتحقيقات مزارة الدفاع يم خادر عبيدي وتحقيقات يم المفتش الهسة مضمومة أو خليط لعبد الرحمن الليويزي خليط التقرير اللي عنده شي يقول من المتهمين لأنه أهملنا ذول لأنه كانوا السبب في استفحال داعش ودخول داعش واكتشفنا أيضا من خلال داعش عقود التسليحة التي كانت عقود وهمية تستورد الصباطانة شكل وتستورد الطلق شكل وتستورد الهاون شكل وتستورد القنبور شكل ولما دخلنا بالمعارك اكتشفنا هذا ما حد جابهم ما حد خضحهم للقضاء وليه اليوم يسولفون معلق وليه اليوم يسولف 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 مثل ما يحلوا له وهن سهم يحتي يحتي بالوطنية ويحتي بالشعب ويحتي بالكرامة ويحتي بالكبرياء ويحتي بالدولة ويحتي بالفلسفة وتناسوا وتراقصوا على جراحة هذا كان الخطأ الأكبر لأنه داعش ما انتهى لأنه القيادات التي كانت في الزمن الذي استباح داعش العراق ما زالت موجودة ويجيك واحد يقول لك فلان نام على الساتر وليش ما ينام على الساتر ليش هو مو كان حاكم ليش هو مو كان مسؤول بالدولة ليش الدولة البلد مو سقط بإيده البلد مو وقع بديهم قيادات لا ينام على الساتر ليه نهار لأن هذا واجب هذا واجب يحمي البلد ولما يسقط البلد بيد قادة غير قادرين على قيادته والله ينطم بالساتر مو ينام على الساتر شون يتعايرون نام على الساتر أو قاعد نام الساتر شوفوا ليداتنا اللي كانوا يدونيون الكروة وكانوا يقاتلون لما طلعوا الحجد الشابي لليوم بيهم جر حمالهم علاج لحد يعاير لمسؤول نام على الساتر لا تقول ليها هالية هاي سوالفها هالك اللي ينام على الساتر حين يبيع الوطن وهو مسؤول لا غصبا عليه ينام على الساتر هو غصبا عليه قاتل ليش لأنه هو هو أولي الأمر